كأساس يلغي معسكر روسيا للتفاصيل انطيني لايك وسبسكرايب وخليني بدي حلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي تكونون بخير انا حساب راهيم وياكم حلقة لهذا اليوم رح اتكلم بيها عن معسكر روسيا والغاءة والمباراة الودية مع المنتخب الروسي اللي مثل ما تعرفون ستقام بتاريخ 27 من هذا الشهر في ايام الفيفا مثل ما تعرفون منتخبنا الوطن العراقي كان من المفروض انه يروح الى روسيا ويسوي هناك معسكر على موض يتحضر لمواجهة المنتخب الروسي اذا رجعنا الموضوع منتخب روسيا والمعسكر منتخب روسيا رح نتكلم عن بداية هذا المعسكر مثل ما تعرفون منتخبنا الوطن العراقي طلع من بطولة كأس الخليج ومن تصرب هذه البطولة والمعنويات عندها ارتفاعات لهذا كان من الصعب علينا ان نقبل ان نشارك بطولة غرب آسيا كنه نوعا ما نريد منتخبات اقوى هذا الشي الشارع العراقي كيف عليه فرح بانه احنا ما رح نروح نشارك ضد منتخبات غرب آسيا اللي هي مستواها رديء او مستواها قليل ولازم نشارك ضد منتخبات قوية وكتها انا سويت حلقة وقلت احنا لازم نشارك بطولة غرب آسيا واللي اسباب كثيرة منها انه انا يفضل انه منتخبنا ينسجم بوجود اللاعبين المحترفين خصوصا انه بطولة غرب آسيا كانت ضمن ايام الفيفا دي مباراتين من عتاء او ثلاثة فبالتالي شانت اريد انه نلعب هذه البطولة من اللعبتين يمكن وعدنا لعبين منسجمين على الاقل يسجمون لكن بوقت هالكثير عارض هذا التفكير والكثير كان يريد انه يروح ويرعب ضد منتخبات عالمية بنفس الوقت هو يعرف ان هذه المنتخبات العالمية ما عدها مجال اصلا انه تقابل للمنتخب العراقي لانه كلها مرتفطة تسفيات وبطولات الا ما ندار يعني يمكن له من ذاك الوقت بحثت لك عن منتخب منتخبين شانت تقدر توفر لك مباراتيا مو على مستوى عالي لكن عالم السوى مقبول افضل مما تختار تروح الى روسيا وتقيم بها المعسكر لمدة عشر ايام كل ايام الفيفا دي ومن بعدها تصير لك بعض العراقين واهم هذه العراقين انه لاعبين المحترفين ما قدروا يجون الى المنتخب مثل ما تعرفون سويت حلقة ايضا عن هذا الموضوع قلت بيها بالنهاية انه بعض اللاعبين العراقين ما رح يقدرون يلتحقون المعسكر روسيا وهان مين جوهوا ايناس واعترضوا واشلون اللاعبين العراقيين ما يجون كلهم عندهم جوازات عراقية وكلهم يدرون ان يفوتوا من روسيا التجمع المسألة يا مو مسألة انه تدخلوا بجوازك العراقي هذو اللاعبين المحترفين هم لاعبين ايضا من جنسيات اخرى يعتبرون هم عراقيين الاصل لكن يخضعون لقانون الدول اللي يعيشون بها ويحملون جوازه فبالتالي بعض اللاعبين ما رح يشوفهم يجون الى معسكر روسيا وخلوا ببالكم اكو بعض اللاعبين يمكن ايضا يعتذرون لانه مثل ما تعرفون الدخول الى روسيا يمكن يسبب لبعض المحترفين مشاكل هذه القائمة مثل ما تعرفوها هي قائمة قد تكون اولية يمكن يحذف منعتها اسامي ويمكن يضاف اسامي اخرى الها فبالتالي الى الان هي مو قائمة نهائية واليوم فعلا بعض اللاعبين المحترفين خصوصا المحترفين السويد ما قدروا يجون ويروحون الى روسيا بسبب القوانين اللي موجودة هم يقولون انه الاندي اوالتهم ما تقبلناه هذه الامور بس بالمنطقة انه السويد مثل ما تعرفون علاقتها مقوية ويروسيا في هذه الفترة وبما انه اوروبا كلها علاقتها مقوية ويروسيا فاللاعبين ما يجوي وبما انه اللاعبين ما يجوي اهنا اتعرض المدرب كاساس الى انتكاسة حقيقية وصارب موقف لا يحسد عليه المدرب هو ايضا اسباني واذا تريد الصدق واذا تجي تلح على هذا المدرب هو يعرف انه صعب ان تقام مباراة في روسيا وصعب انه تروح وتلعب بروسيا باعتبار ان الوضع هناك متشنت فالعراق تركت جميع ترك كل البلدان والمعسكرات واختار روسيا يمكن اكو بعض المميزات بروسيا يمكن الجانب الروسي دفع رواية للجانب العراقي على مدهيج يلعب بروسيا باعتبار انه روسيا حاليا مقاطعة ولا احد يروح لها فلهذا يمكن اشك انه الفلوس اللي اندفعت الى الجانب العراقي او اللي نوعد بها الجانب العراقي يمكن كانت فلوس قوية فلهذا خلت الاتحاد العراقي يترك كل الدول ويروح الى روسيا ويكون هو المنتخب الاول اللي يلعب بروسيا مع العنى منتخب روسيا عنده مباراة في ايران بايران وكل اللعبات اللي لعبها منتخب روسيا من فترة اخيرة كانت خارج روسيا اللي بلعبة العراق كانوا يريدون اللعبة تقام في روسيا والعراق كان الاجدر بي ان يقيم هذه اللعبة بالبصرة باعتبار انه منتخب روسيا رح يجي يلعب بايران وأنه أنت تخلي عليه شروط أنه تنرعب إياكم بالبصرة يمكن أن تقدر تقنع منتخب روسيا أحسن مما أنت تروح إلى روسيا على كلنا المعسكر اللغة هو أولاً أنا من وجهة نظري المعسكر هذا اختياره فاشل قبل ما أقولكم قبل ما نستمر بالحلقة شوف حوايبي أنا شخصياً من الناس اللي دعمون المنتخب العراقي وشخصياً إذا تراجع بديواتي راح تلقاني دائماً أمدح بالمنتخب العراقي والاتحاد العراقي الإيجابيات ما تتحشي به والمدرب كاساس أنا معه قلباً وقالباً فأترجعك لتعتبر هذا الفيديو هو فيديو مثل ما يكتم البعض تسقيط أو هذه الأمور اليوم إحنا لازم نتكلم الشيء الحقيقي اللي موجود على أرض الواقع أنا شخصياً أعتقد اختيار روسيا هو اختيار غير صحيح لعدة أسماء إحنا اليوم منتخبنا العراقي جمنا المدرب كاساس لهدف الهدف هو التأهل إلى كأس العالم صح؟ أنا أشوف أنه الهدف أبداً مو التأهل إلى كأس العالم بعد التحديث اللي صار وسهولة الصعود إلى كأس العالم المنتخبات صارت تقريباً 48 منتخب من عدة 8 منتخبات ونص يمكن من آسيا يتأهلون إلى كأس العالم الاتحاد العراقي هنا لازم يغير فكرة كاساس جاي على موجود يبني منتخبيه لكن الهدف ماته الآن تغير كاساس اليوم التأهل إلى كأس العالم صار هذا أمر واقع على المنتخب العراقي وإذا متأهلنا إلى كأس العالم بعد التحديث الجديد فإحنا ما نستاهل أصلاً من العقوبة الهدف مال الاتحاد العراقي وهي كاساس المفروض يكون المنافسة على بطولة أمم آسيا اللي رح تبدي بشهر الواحد 2024 الهدف يتغير مال الاتحاد العراقي مثل ما قلت لكم لأنه التوافل إلى كأس العالم المفروض منها بعد 24 يكون مضمون للمنتخب العراقي بحكم تعديل القوانين وتعديل المنتخبات وعددهم فإحنا اليوم من كاساس شريد الهدف مالتنا لازم يكون هو الصعود والمنافسة صعدنا إحنا إلى أمم آسيا يكون المنافسة على أمم آسيا في 2024 زين أنت بشهر الثالث اليوم اللي نتكلم به بشهر الثالث وعدنا عشر أيام في فدي في شل تفشل الذريع بتجميع اللاعبين والسبب خيارك أنه تروح إلى روسيا فبالتالي أنت اليوم أكل لعبين اختارهم كاساس هسا اللي انضافه وبعض اللاعبين الموجودين هم بس تكمالة عدد وآني متأكد أنه المدرب غير مقتنع ببعض اللاعبين اللي استدعاهم ولو موجودين اللاعبين المحترفين لكي أضافهم كاساس ومستدعاهم اللاعبين اللي إجويه فبالتالي أنت اليوم ليس حد استفاد من معسكر روسيا اللي كنت أنت تفكر به واللي اللغة وحاليا صار في بغداد يعني أنت أصلا لو مخلي بالك أنه أنت عندك معسكر بروسيا على الأقل تقدر تجيب اللاعبين المحترفين وتسويه إياهم معسكر ببغداد تبقى سبع أيام خلي لا يروفهم يسافهم مياكي أنت تريد تشوفهم تريد تدربهم تريد تعرف شون ينسجمون فأحد الأسباب اللي تخليني أطلع وأقول أنه معسكر روسيا معسكر فاشل واختيار فاشل هو لأنه اللاعبين المحترفين ما يجوي وأنه إحنا بهذه الفترة يريد انسجام اللاعبين إحنا مو شرطة نلعبوا يا منتخبات عالمية وإحنا يعني شتستفاد أنت ما تروح تلعبوا يا روسيا وأنت ما عندك محترفين وأنت بالأساس نظرتك أنه أنت اللاعبين المحترفين لا تكرح يكونون أساس بهذا الفريق فعلى الاتحاد العراقي مرة أخرى بأيام الفيفا دي القادمة عليهم أن يفكرون بشكل صحيح وبشكل منطقي لأنه أنا أعتقد من اختارها وروسيا لم يكن خيار منطقي أنا معادي أنا شخصيا إنسان يوتيوبر وأطلع أصور عندي بعض المعلومات الرياضية شرط دائما أطلع وأقول أنه بعض اللاعبين العرابيين ما رح يجون للمعسكر ما رح تخليهم دولهم فكيف أنتوا أصحاب قرار وتعرفون وعبكم نظرة المفروض شلون أنتوا تروحون تسوون هذه الخطوة وتسوون معسكر في روسيا وبالتالي فقدتوا يمكن خمس أو أربع لعبين محترفين ما إجوي وهنا اضطرعتوا أن تلغون أصلا المعسكر لأنه ماكو فائدة أنت تروح تسافر عشر أيام لتساوي معسكر في دولة درجة الحرارة بها سالب واحد وأنت ترعب درجات حرارة عادية أنت من تساوي تنافس على بطولة كأس العرب حرارتك عادية من أن تروح تنافس على بطولة أمم آسيا التي ستقام في قطر لأس الحرارة عادية فأنت شو من الفائدة من معسكر روسيا بصراحة الحمد لله والشكر عني شخصيا الحمد لله والشكر أنه منتخبنا بقب بغداد شنو أتمنى أنه اللاعبين العراقيين المحترفين يجون ويدربون بالبصرة لو ملعب الشعب أي مكان ويرعبون بيناتهم إذا ما قدر نوفر لهم لعبات باعتبار أنه منتخبنا العراقي أو الاتحاد العراقي ما تواصل مع منتخبات ومثل يضعفون أغلب المنتخبات يمكن قبل ثلاثة شهر أو شهرين بدهم التزامات فأنت إذا ما قدر تتوفر مباريات على مستوى عالي على الأقل تتوفر مباريات مع حتى منتخبات خليجية يتقدر إذا ما منتخبات خليجية ممكن تروح إلى منتخبات إسبانيا يمكن منتخبات محلية وخلوا بالكم قطر من راحة الكأس العالم يمكن لعبة لها تقريبا 60 مباراة ودية ولعبة وهي هواية منتخبات محلية وإذا تروحون تبحثون على التواصل المنتخبات اللي لعبوا ويهم رح تنقول خلوا منتخب قطر يلعب وهذه المنتخبات هو شخص عراقي تدبروا لهم هواية مباريات مع منتخبات ما تصنف بأنها منتخبات قوية لكن على الأقل أنت لازل عبوا منتخبات في مستوى أوروبي منتخبات محلية فأنت إذا أيست كلش شان تقدر تلعب منتخبات ود منتخبات أوروبية محلية لأنه بكل أمانة بهذه الفترة أغلب المنتخبات عدها التزامات بستثناء المنتخب الروسي اللي كان متاح مع هذا هنا حارف نلعب ويهم منتخب روسيا هي مباراة قد تكون يعني جيدة الخصم الروسي خصم جيد خصوصا أنه يعتبر منتخب أوروبي إلى الخبرة بس أنا فكرتي أنه إحنا المعسكر هذا وكل هذا الوقت راح علينا ماتشنا مخططين عدل إحنا اليوم لازم نلعب على انسجام اللاعبين مو على خيارات بعض اللاعبين أو أبعاد بعض اللاعبين يعني أنا شوف هذا المعسكر هو فرصة للعب المحلي اللي لم يقتنع به كأساس وبالتالي يمكن التوقف الآخر بالفيفا داي ما راح يسحب بعض اللاعبين يقولون والله يجربتكم بينما إحنا في هذه الفترة المفروض نظرتنا تكون أنه اختيار اللاعبين خلص كأساس وصل لهذه المرحلة المفروض يفبط على بعض اللاعبين اللي هم أساسيين عنده وبالتالي المعسكرات القادمة يمكن أن توقفين قبل بطولة أمم آسية المفروض يخلق الانسجام بين اللاعبين اللي يختارهم لكن للأسف نحن للآن ما اختارين اللاعبين وإلى الآن نحن قاعدين نضيع وقت بس بفرز اللاعبين ومنهم اللي ناسب المنتخب العراقي ومنهم اللي ما ينافسه هذا المعسكر كان المفروض أنه كأساس يثبت على تشكيلته ويختار اللاعبين اللي يفيدوا وينافس من خلالهم على كأس أمم آسية على كلين يا شباب إلى هنا أنا وصلت إلى نهاية حلقتي اللي أتمنى ما طولت بها عليكم ولا تنسى أيدا أتكلم من مصلحة الكرة العراقية ومن مصلحة الاتحاد العراقي وحتى المدرب كأساس اللي أعتقد هو الآن فرحان لأنه اللغة مع أسكر روسيا ومع هذا قبل نهاية الفيديو أنا بوشة نظري ممكن بعد يوم أو يومين نسمع حتى مباراة روسيا يمكن أن تلغي لأنه مثل ما تعرفون الظروف ما نعرف هي شلونها وبالتالي إحنا لنعب ويومنتخب أصلا خلي نقول مقاضعة من الجنة وهذا الشي أعتقد يمكن يخلي الاتحاد العراقي على آخر دقيقة يلغي مباراة روسيا وإحنا تعودنا بما أنه المعسكر الروسي اللغة فعادي أنه تسمع خبر اللغة مباراة روسيا والعراق إلى هنا أتمنى أكون وصلت لكم المعلومة بشكل جيد أشوفكم حلقات أخرى إن شاء الله مع السلامة شكرا